من جانبه رفض مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون خطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء آلية خاصة بهدف التحايل على العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية معتبرا أن التكتل كثير الكلام قليل الأفعال وفي كلمة له خلال مؤتمر مناهض لإيران في نيويورك شدد على سياسة أمريكا الصارمة تجاه إيران قائلا لن نسمح لخام نائيب تدمير دول الشرق الأوسط وأضاف أن الولايات المتحدة ستستهدف كبار المسؤولين الإيرانيين من بينهم قاسم سليماني وستواجه كل الخطط الشريرة التي ينفذها كما أشار إلى أن الولايات المتحدة ستفرض العقوبات الاقتصادية على إيران بقوة وحزمة مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تسمح للاتحاد الأوروبي أو أي جهة أخرى بتقويض تلك العقوبات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة